قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما ثبت عنه هذا الحديث مخرج في الصحاح وفي الصحاحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين قال عليه الصلاة وأفضل السلام من قام رمضان إيماناً واحتساباً وفي روايات من صام أيضاً وغفر له ما تقدم من دبه الله أكبر يفعل هذا إيماناً واحتساباً يحتسب أجره فقط عند الله ليس من أجل أن يقال صائم جهده الصوم أبداً أبداً ليس من أجل أن يقال ويفعل هذا طالباً للأجر من الله وحده الصدق فاعبد الله مقرصاً له الدين قال لله الدين الخالص الله لا يقبل إلا الخالص من العبادة والعمل لا يقبل الشريكة فيها وغفر له ما تقدم من ذنبه عند الإمام النسائي خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه سبحان الله يعود على الفطر بريئاً جميلاً بشهر واحد إذا صامه أو قامه فكيف لو صامه وقامه ما شاء الله إيماناً واحتساباً ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حمّل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بزيادة وتأخر الله أكبر قال علماء الحديث وهي زيادة صحيحة السند بسند صحيحة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله أكبر ليهنأه الموت إن مات في رمضان أو بعيد رمضان يلقى الله بكل الحسنات التي زلفها التي مهدها وقدمها وليس عليه شيء من السيئات مغفور له ما تقدم وما تأخر جميل أستؤال الآن هذه الذنوب التي تكفر هل هي الصغائر والكبائر جميعا أو الصغائر وحدها دون الكبائر مسألة خلافية الإمام أبو بكر ابن المنذر المجتهدية السادة الشافعية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة جزم بأن الذي يكفر بالصوم المقبول والقيام المقبول الصغائر والكبائر جميعا قال الصغائر والكبائر والإمام أبو محمد أبو المعالي أبو محمد هو أبوه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين ابن أبي محمد شيخ الشافعية في وقته قال بل الصغائر دون الكبائر الكبائر لا تكفر إلا بتوبة مخصوصة الإمام النووي قدس الله سره حكاه عن الفقهاء قال هذا مذهب الفقهاء طريقة الفقهاء أن الصوم المقبول المحتسب به لا يكفر إلا الصغائر دون الكبائر دون الكبائر واستدل هؤلاء أعني الفقهاء بما خرج مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت بالبناء المعلوم إذا اجتنبت الكبائر وفي رواية بالبناء المجهول إذا اجتنبت والمعنى واحد إذن استثناء ماذا الكبائر فكأنه قال أما الكبائر فلا تكفر حاش الكبائر مع أنه قد يكون معنى الحديث أيضا قد يكون معنى الحديث إذا اجتنبت الكبائر في وقت أداء هذه العبادات هذا الكبائر السابقة كل شيء له جواب على كل حال الله أعلم بالحقيقة في ذلك بالحقيقة في ذلك ولذلك لابد من توبة وتوب إلى الله جميعا يعني ما الذي يحولي إخواني بيننا وبين التوبة الآن ونحن على مشارف رمضان نستروح أنسامه وروائحه الكريمة العلوية نعقد النية بالأمس الخميس مات الشيخ الفاضل المحب المحبوب الشيخ أعتقد فتحي الصافي رحمة الله عليه لم يدرك رمضان رحمة الله رحمة واسعة ذكرنا ونسأل الله أن يرسع له في رحمته وأن يغفر له ما كان منه وأن يجزهه خير الجزاء عمن علم وعمن وعظ وزكى ونصح وأمر ونهى لم يدرك رمضان لم يدرك فيا أخي يا أختي قد لا يدرك أحدنا والله رمضان بقي ليلى أو ليتان أو ثلاث على الأكثر قد لا يدرك بعضنا حتماً بعض المسلمين لن يدرك رمضان اللهم لا تجعلنا منهم خلنا يدرك رمضان انتهى آخر رمضان هو رمضان السالف ما الذي فعلت فيه ما الذي فعلت بعده هذا في علم الله فلذلك ما الذي يمنع أحدنا أن يعقد النية الصادقة الجازمة على التوبة من الذنوب جميعها أو يبكي يسلح الدموع في جوف الليل يبتهي الله يستعين بالله على نفسه الأمارة بالسوء على نفسه المخادعة الكذابة المغرورة الغرارة يا رب أعني عليها يا رب انصرني عليها يا رب جعلها مغلوبة لي محكومة لي وليست غالبة ولا حاكمة هنيئاً لمن غلب نفسه والويل لمن غلبته نفسه واللي يأذو بالله أكبر حجاب عن الله أكبر حجاب عن الله النفس ليس الدنيا وليس الآخرون النفس أكبر ما يحجبك عن الله نفسك نفسك حبها لما حرم الله كذبها خداعها عدم إخلاصها روغانها روغان الثعالب والعياذ بالله نفاقها رياؤها كبرها عجبها عنجهيتها جهلها فدائماً اطقم يا الله أن ينصرك عليها دائماً يا إخواني كان يمكن لأرحم الراحمين لا يهلك على الله إلا هلك والله لا يهلك على الله إلا هلك من يعيش أربعين خمسين ستين سنة ويدخل النار بحكم أرحم الراحمين الذي جعل كل ساعات كل لحظات ستين سبعين سنة ظرفاً للتوبة ولم يتوب لم يتوب لم يغفر له لم ينقم على نفسه ماذا تفعل متى وكيف هذا ينجو هالك صدق رسول الله لا يهلك على الله إلا هالك توب يا أخي يا مؤمن توبي أيها المؤمنة أيها المسلمة توب إلى الله توبة نصوحاً أن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت كلنا صائرون إليه إياك أن تظن نفسك شاباً صغيراً في شرخ عمرك فالعقد الثاني أو الثالث من عمرك يموتون وهم أصغر منك وأقوى منك أليس كذلك؟ أحد أحبابنا أحد إخواني رحمة الله على روحي وغفر الله كل ما كان منه أعرفوا جيداً كان قوياً ورياضياً وكان مجتهداً في دينه يعتمر في كل رمضان ثلاثين عمره ومن أصحاب الملايين دنيا عريضة ما شاء الله وعبادة وتقوى واهتمام شاب مات في شرخ شبابه وفي اليوم الذي توفي فيه كان قد أجرى فحوصات والنتيجة مثالية النتيجة مثالية كل شيء في بدني مثالي مات وهو واقف على إشارات المرور ينتظر أن تفتح له الإشارة الخضراء لم تتحرك سيارته جاء وجده ميتاً راحة الدنيا راحة الملايير راحة ظرف العبادة ظرف الطاعة ظرف المعصي كل شيء راح تعمل تعمل كن رجلا كن أمة عبدة حقيقية لله ابتهد إلى الله بصدق أن ينقذك من نفسك عوض إلى الله إذا رمضان فيه كل هذه المناسبة أيها الإخوة وكل هذه الفرص للمغفرة والترقي والازدياد ووقع الاختلاف كبائر وصائر طيب أريد أن تغفر كبائري ماذا أفعل؟ قال لك التوبة لتاكن التوبة توبة نصوحا بإذن الله قالوا في تعريفة كما قال الفاروق عمر رضوان الله عليه التوبة النصوح ألا يعود إلى ذنبه حتى يعود اللبن في الضرق اللبن إذا حربته من ماشيع وبقرة عزكم الله هل يمكن أن يعود في ضرقها؟ مستحيل هذه التوبة النصوحة ليس كل يوم تعود كالمستهزئ بربك وتقول أتوب استغفارونا يحتاج الاستغفار تقول رابعة العدوية ترجمة نانسي قنقر